يا مساء الفل ايه زيكم النهاردة هنعم مع بعض الفول النابت حبيت احضروا قبل يوم الجمعة لشان انتم كمان تحضروا بنفس الطريقة دي وهيطلع معاكم بجد جنن. دي طريقة مامتي دايما بحب اعملو بنفس الطريقة ودايما كمان بحب بصراحة اكلو من ايديها. هي بتعملو طعم حلو جدا جدا. الشربة بتاعته كده بتكون فتحة ونقية ولونها حلو. وكمان الفولة طعمها حلو مميزة جدا جدا. هنعملو بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع معاك حلو قوي. زي ما قلت لكم عايزة اعملو دلوقت عشان ترحقوا انت كمان تحضروه تعملو يوم الجمعة ان شاء الله. اول حاجة هبدأ بيها ده تقريبا كيلو لاربع من الفول. الفول عادي بتاعة التدميز جبته من عند العطار. هنقل ايه لو في فولة كده غمقة او فولة مش حلوة هنشيلها. والباقي هنقضوا. نحطه في مية ونسيبه منقوع لمدة من يوم ليوم ونص. لحد الاول هيكون الكرمش معنا. بعد كده هتحول كله ان هو يكون فولة كده منفوشة وحلوة. بس اهم حاجة يخلو بقى لكم انت بتنقعوه. لازم تكون المية مغطية كويس جدا جدا. واحنا بننقعه زي ما قلنا من يوم ليوم ونص لازم نغير عليه المية مرتين تلاتة. وبعد كده اه بعد ما يعدي اليوم ونص ويكون هو خلاص كده كله بقى منفوش معنا كده وحلو. هناخده بقى نشتفه كويس جدا جدا من مية النعقة دي. ولازم تشتفيه في مصفة عشان احنا محتاجين نصفي كويس جدا جدا من المية. احنا خلاص بعد ما انا اقعناه وشطفناه كويس مش محتاجين فيه اي مية خالص. فهناخده بقى ونحطه في مصفة ونصفيه كويس قوي. وبعد كده هنغطيه بقى كده بطبق ونسيبه في مكان في المطبخ اه كل يوم بقى. هنصبح عليه ونمسي عليه زي اموة بتقول كل يوم هتاخديه الصبح تشتفيه شاطفة تحت المية من الحنفية وتسبيه برضو في نفس المصفة ومتغطي بالطبق. تيجي بالليل تشتفيه شاطفة تحت المية اللي هي جارية من الحنفية وبردو نسيبه في نفس المصفة. ونغطيه بالطبق. هنعمل كده قد ايه? ممكن نعمل كده يومين او تلاتة على حسب الفولة بتاعتنا. وعلى حسب بقى ما نعمل معنا الزرة دي آآ تكون قد ايه. فيه ناس بتعملها بتكون الزرة طويلة قوي اللي بتطلع دي وفيه ناس بتعملها متوسطة كده. فانو بصراحة بحبي كده كفاية قوي يعني. ده قعد معي تقريبا يومين ونص. كنت بغير ايه الصبح. بشتفه شاطفة زي ما قلتلكم في المصفة واشيله. وبالليل بشتفه شاطفة واشيله زي ما هو. بعد كده هو كده خلاص جاهز معنا. هنشتفه بقى اخر شاطفة ونبدأ بقى نستخدمه. عندي هنا آآ معلقة كبيرة مليانة من التوم المفروم. معلقة بطعيها بس بالراحة. بس ما توصيش للاخر. وعندي بقى التوابل. عندي هنا مقعب مرأة خضار. بيديها طعم حلو جدا جدا. عندنا اربع خمس ورقات من اللورة. رشة سكر. رشة فلفل اسود. رشة حبهان بدرة. وعندي نص معلقة صغيرة من الكرافس. نص معلقة صغيرة من الكزبارة الناشفة. ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون. هي اهم حاجة الكمون. بيديها طعم حلو جدا جدا. طبعا شربة النابط اساسي فيها الكمون. الطريقة بقى سهلة جدا جدا. هنجيب حل على النار. هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت النباتي. وهننزل بالتومة والبصلة ونشوحهم كويس. احنا مش محتاجين التوم يغير لونه قوي ولا يغمع. هو بس يبدأ يصفر معنا كده بسيط جدا جدا. تكوني جاهزة بالنابط تنزلي على طول. علشان نوقف خلاص تسوية التوم. ونبدأ بقى نشوح الفول النابط ده كويس جدا جدا في التومة والبصلة. شوحيهم كويس قوي قوي كده لمدة دقيقتين ولا حاجة. وبعد كده هنكون عندنا بقى مية بتغلي في الكتل هناخدها نضيفها. طبعا كمية الشربة دي براحتك انت ممكن تزوية تقليلي دي براحتك. انا بحب يعني اغطي الفول بحبة صغيرين مش كتير قوي. عشان ناكل الفول نايبة ونشرب شوية شربة بس. هنسبة بقى اتغلي براحتها خالص. ومن وقت للتاني لو ظهر كده اي ريم على الوش هنشيله. يعني كم كده غلوة لو في ريم هيظهر في كم غلوة الاوانين. فهنشيل الريم ده وبعد كده هنضيف التوابل. وانا بضيف التوابل هنحط معلقة صغيرة من الخل معلقة صغيرة بس على الكمية دي كلها عشان تخليلي الشربة كده بيضة وحلوة. وما بتبانش خالص خالص في الطعمة ما تقلقوش. وكمان آآ هنزبط بقى الملح على حسب الرغبة. بس ما تنسوش ان احنا حطين مكعب مرعة فما تزودوش الملح قوي. ما بياخدش بقى وقت خالص. كم غلوة وتلاقيه استوى معينا. بلاش تهريه قوي. عشان تفضل كيه الفولة كده صحية وشكلها حلو. كده خلاص هو خلص معينا شايفين هو شكله حلو ازاي. والشربة نقية وبجد ريحته حلوة قوي قوي. لازم تجربوه بالطريقة دي وان شاء الله نقدمو بقى وناكلو بالفة هنا وشافة. اللي بيحب بقى ياكلو باللمون اللي بيحب ياكلها كده. اللي بيحب يزود اي توابل تاني براحتكم. معلش لو انا آآ صوت تعبان شوية عشان بس تعبانة شوية. وبس خلاص يا ربكو الفيديو سهل وبسيط وجربوه على طول اشوفكم فيديو تاني مع السلامة